ولا منسى أن الشعب السوداني الشقيق هو جزء لا يتجزأ من نغمة هذا البلد منذ السبعينيات وحتى اليوم أنا أتيكم من مزارة الخارجية معلومة لا يعرفها كثيرون أن من أهم مؤسسي مزارة الخارجية كانوا موكلاء مزارة أتوا من السودان الشقيق فكانوا هم الأساس في فترة التأسيس ولذلك هناك سؤال يطرحه بعض الزملاء والدنورسيين الأصغر سنة لماذا هناك تواجد وحضور كبير للأشقاء السودانيين سواء في وزارة الخارجية القطرية أو في البعثات القطرية هذا هو السبب أنهم كانوا جزءا من التأسيس ولهم الفضل بذلك